قال الرئيس الأمريكي دونالد تراب أنه لا يعتبر إصابة 11 جنديا بارتجاج في المخ خطيرة في الهجوم الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق في حين نقل الجيش الأمريكي المزيد من أفراد القوات إلى خارج المنطقة خوفا من إصابات محتملة وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل أن المزيد من القوات نقلت جوا من العراق إلى ألمانيا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني